نظام سياسي مباشرة من الشعب له دور الحكم هو حامي الدستور حامي التراب الوطني وكذلك هو دور عندما تقع أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان ينجم يتدخل وعنده دور في هذه الحالات المهم هو أن لا مجال لاحتكار النفوذ واحتكار السلطة والتدخل في السلطات الأخرى سواء كان التشريعية أو القضائية اللي يزمها تكون عندها استقلالية تامية الحريات مضمونة حرية الأعلام ونحب الأكل وأن الشيء يقع وتعرضوله خاصة الصحفيين في الاعتصامات الأخيرة والتظاهرات المظاهرات الأخيرة يعني شيء لا يقبل بأي مهما كانت الزاوية اللي نحب ونشوفوها للمشكلة نعم نحن مع الأمن مع الاستقرار حماية لمكاسب الثورة وحماية لضرورة تحقيق أهدافها لكن لا يمكن أن نساوم دقيقة واحدة أو ثانية واحدة في مسألة الحريات وفي مقدمتهم حرية التعبير حرية التظاهر السلمي المنظم حرية الصحافة والأعلام وما أدرك ما حرية الأعلام لأنها كل سلطة رابعة ربما هي من السلطات اللي في المقدمة ونعرفوا وأن غياب حرية الأعلام شنو اللي كان الثمن متاحها في العشريات الأخيرة لكن لمراقبة كل هذا كل هذه المنظومة المؤسساتية لابد من محكمة دستورية واللي نحبوه وأن المحكمة الدستورية ممكن لأي مواطن من المواطنين عندما يعني تكتمل كل الإجراءات اللي حاولها باش يصلح الأمور وعنده عنده إمكانية التظلم إلى هذه المحكمة الدستورية مهما كان المستوى بتاع المسؤول سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة اللي هو يعتبر قام بخطاء أو يستحق يعني المقاضات لابد من محكمة الدستورية من محكمة الدستورية